اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع الطبقات في بداية الامر لو فتحنا ملف جديد من فايل نيو بأي مقاس وليكن الف بيكسل في سبعمائة بيكسل وممكن الدقة 72 نظام اللوني كولر RGB وممكن الباكراوند ويت إذا رحنا من ويندو وتأكدنا انه لير موجود امامها علامة صح اي انه مطبق هذا الامر وان صندوق الطبقات ظاهر لو لاحظنا في صندوق الطبقات ليرز انه توجد هنالك طبقة واحدة فقط اللي هي هذه الطبقة ذات اللون الابير في هذا الصندوق لو شاهدنا اجزاء الطبقة طبعا عين الفتح والاغلاق وشكل الطبقة يأما يكون صورة الهاي يأما يكون شكل وعندنا طبعا انواع للطبقات راح ناخذها ان شاء الله لاحقا اسم الطبقة وهذا القفل الخاص بتأمين الطبقة نفتح القفل الخاص بالطبقة لو من اداة البراش اخذنا فضلون معين من الاسواج وليكن هذا اللون ورسمنا هالدائرة ومن اداة البراش ايضا خذنا لون اخر وليكن هذا اللون وهذا اللون نلاحظ انه هذه الالوان الثلاثة مجموعة في طبقة واحدة لو اردنا تحريك هذه الالوان او هذه الدوائر نشاهد ان الطبقة باجمع هذا التحرك لو اردنا فصل هذا اللون عن الخلفية البراشة يجب ان نستخدم اداة تحديد ومن ثم اداة تحريك وفصلنا هذا اللون نلاحظ انه الجزء اللي خلف هذا اللون او خلف هذه الدائرة راح يكون فراغ وقلنا هذه المربعات تعني الفراغ فنلاحظ انه تأثير سلبي عندما تكون الرسومات والاشكال مجموعة في طبقة واحدة لو فتحنا ملف جديد طبعا من select deselect file new بنفس المقاسات اللي في 772 resolution مع rgb color والbackground white ونلاحظ انه في اسفل لو كبرنا الشاشة نلاحظ في الاسفل في اسفل صندوق الطبقات layers عندنا مجموعة اوامر طبعا هذه اول اداة اللي هي delete layers يعني حذف الطبقات ونلاحظ انها غير مؤمنة بسبب ان الطبقة مقفولة يعني لو فتحنا القفل طبعا لو اضفنا طبقة جديدة راح تتفعل هذه الادات اللي هي حذف الطبقات طبعا راح يطلب من عندنا البرنامج تأكيد yes هذا الخيار اللي هو create new layer يعني معناته انشاء طبقة جديدة ومن خلاله نقدر ننشئ طبقة جديدة طبعا هذه الطبقات الجديدة اللي راح تنضاف طبقات فارغة ممكن ان احنا نضيف بيها والبرنامج راح يسمينيها بشكل افتراضي layer one two three four وهكذا طبعا لو اردنا هذف هذه الطبقات نحدد الطبقة اللي ريد نحذفها و delete طبعا راح يطلب من عندنا هذا البرنامج رسالة تأكيد او ممكن بالمفتاح shift نحدد الثانية الطبقة الثانية والثالثة و نحذفهم بآن واحد ايضا من خلال التأكيد yes طبعا هذا الخيار يستخدم للgroup و ان شاء الله راح نشرحه يعني لاحقا هذا الخيار اللي هو adjustment layers الطبقات التفاعلية هذا الخيار هو خاص بالmask layer طبعا يضيف قناع للطبقة حتى نقدر من خلاله نستخدم هذا القناع في عاميات التحديد والتلوين و الف اكس خاص بالblending mode التأثيرات على الطبقات و اهنا اللينك لعمل ارتباط بمجموعة الطبقات او لعمل ارتباط بين الطبقات طبعا لو اضفنا طبقة جديدة هذه الطبقة و من اداة البراش اختارينا هذا اللون و رسمنا هذه الدائرة و اضفنا طبقة جديدة ايضا و باداة البراش رسمنا دائرة اخرى و اضفنا طبقة جديدة ثالثة و من اداة البراش رسمنا دائرة اخرى ايضا نلاحظ انه تحديد هذه الدوائر سهل جدا وسلس و بامكاننا عمل اي تأثير من تكبير و تصغير و تلوين و تحريك و جميع التفاصيل و الامور الخاصة بطبقات نقدر نجريها من خلال هذه الطبقات طبعا حتى نحدد الدائرة الزرقاء مثلا لابد من تحديدها بصندوق الطبقات اذا لاحظ انه الطبقة المحددة هي الطبقة البرتقالية فلتحديد الدائرة الزرقاء يفضل تحديد الطبقة من صندوق الطبقات و من ثم تحريكها من الطبقة الرئيسية لو فرضا اردنا تحريك الدائرة السوداء مثلا من هذا الخيار نحدد الدائرة و من ثم من اداة الموف نقدر نحرك الدائرة هذه الطبقات لو اردنا جمعها بمجموعة نضيف جروب اللي هو نضاف هذا الجروب و نحدد الطبقات الثلاثة مثلا و نضغط عليهم و نسحبهم و نفلتهم في الجروب نلاحظ انه يجب ان يكون الافلات في داخل الجروب فنلاحظ انه هذه الطبقات الثلاثة اصبحت بداخل الجروب و للتأكد نضغط على هذا الخيار السهم و رح نلاحظ انه نغلق الجروب و لو فتحنا هذا الخيار نلاحظ انه هاي الطبقات الثلاثة صارت في داخل الجروب طبعا نقدر نحدد الطبقات بآن واحد من خلال تحديد الجروب و من خلال الاداة الموف ننتبه انه من خلال الجروب نختار الجروب فنلاحظ ان البرنامج رح يحددنه الجروب بشكل كامل ناخذ فد مثال تطبيقي على الطبقات من فايل نيو بنفس المقاسات ألف بيكسل سبعمائة بيكسل للارتفاع و 72 بيكسل على انج ريزوليوشن و RGB ويت طبعا نفتح طبقة جديدة و من أداة البوليغون نحدد مثلا هذا الشكل بتحديد بتحديد مثلا اتشلاء على التعين حددنا هذا التحديد من أداة البرش و نختار أي لون مثلا هذا اللون تمام تمام و نلاحظ أنه هذه الطبقة منفصلة نضيف طبقة جديدة وهذه الطبقة رح ننزلها إلى أسفل الطبقة الأولى حتى الرسم يكون خلفها يعني شنو يعني لو هذه الطبقة كانت في الأعلى بشكل طبيعي و مليناها باللون السمائي مثلا ملينا هاي الطبقة باللون السمائي نلاحظ أنه هذه الطبقة غطت اللون الأحمر لماذا؟ لأن لأن الطبقة مكانها أعلى من الطبقة الحمراء فغطت الطبقة الحمراء و بما أنها مليانة بالكامل باللون السمائي فلا يمكن أن نرى اللون الأحمر فحتى نشاهد اللون الأحمر نقوم بإنزال الطبقة أسفل اللير 1 مثل ما تلاحظون أنه صارت بالأسفل واللون الأحمر أصبح واضح نشتغل فدمثال بسيط على الطبقات فايل نيو بنفس المقاسات 1000 بيكسل في 700 بيكسل الارتفاع 72 للرزيليوشن والنظام اللوني RGB والباكراوند أبيض نضيف طبقة جديدة و نملأ هذه الطبقة باللون الأصفر فاتح مثلا مثلا هذا اللون تمام الخطوة التالية نضيف طبقة جديدة يفضل كل جزء نرسمه بالتصميم لازم أن يكون بطبقة منفصلة حتى سهولة التحكم فيه طبعا نرسم مربع صغير وليكن هذا المربع و نملأ هذا المربع باللون الأسود فاتح مثلا بهذا اللون و نلغى التحديد من Select دي سيلكت إذا ألاحظ أن هذا الجزء إذا ألاحظ أن هذا الجزء يعني حر التعامل معه وسهل وسلس في التحريك لأنه موجود بطبقة منفصلة وأرسم شكل جديد مع إضافة طبقة طبعا مثل ما أنا وهنا نكبر العرض شوية وهذا الشكل راح يكون مثلا بهالشكل ممكن ممكن بهالمسافة و نملأ هذا المربع باللون الأبيض كونترول دي بعدها أروح على أداة الكتابة و نلاحظ أن الكتابة بشكل أوتوماتيك تضاف بطبقة منفصلة طبعا بعد ما أجي أرسم مربع نص الكتابة ألاحظ أن البرنامج راح يضيف لي طبقة منفصلة للكتابة أكتب مثلا فيه و أكبر ممكن حجمها حتى أحرك الكتابة أحددها بالموف أختار أداة الموف و لازم أحدد الطبقة الخاصة بالكتابة و تحريكها يفضل أن نحرك الكتابة ليس من المحور بل تحرك من خلال أي نقطة داخل الطبقة ما عدا المحور لأن إذا حركت الكتابة بأول طبقة من المحور ما راح تتحرك الطبقة لازم أحركها من غير المحور و أخليها في هالمكان و ممكن أن أكبر الكتابة مع الاستمرار بالمفتاح الشيفت حتى يتم عملية التكبير أو تتم عملية التكبير بنسبة وتناسب الطول مع العرض مثلا ممكن ألاحظ أن بعض الأحيان أن الكتابة ما تظهر عدي موافق الكتابة ما تظهر عدي لأن محتمل أن الكتابة مكانها أسفل طبقة معينة تخفي هذه الطبقة الكتابة فيفضل أن أنتبه إلى مكان الطبقة هل هي في الأعلى يعني أنا مثلا عندي في الأعلى طبعا إذا ألاحظ في هالمكان أنه أعلى طبقة الكتابة الجزء الأسود مثلا أو المربع الأسود فيخفي الكتابة فلوف رفعتها بعد المربع الأسود أصبحت الكتابة ظاهرة مثلا نضيف مربع ناص آخر في هالمكان ونكتب مثلا في طبعا نلاحظ أن الكتابة اللون باللون الأبيض نغير اللون الأبيض إلى هذا اللون مثلا وأكتب في عام طبعا إلى ألاحظ مثل ما نلاحظ أن الكتابة غير ظاهرة واللون أسود والحجم مضبوط إذا لاحظ أن الكتابة غير ظاهرة ما السبب بما أنه طبعا اللون أسود يعني أنه اللون الكتابة مو أبيض حتى مختفي المشكلة أنه الطبقة الكتابة أسفل طبقة المربع أو المستطيل الأبيض يجب أن نرفع الطبقة إلى الأعلى ونكمل الكتابة في عام 2018 مثلا نكبر حجم الخط ممكن أن نطول كلمة عام من خلال شفت وحرفتها وممكن أن نرفع الكتابة إلى الأعلى في عام 2018 ممكن أضيف كتابة إلى الأسفل في عام 2018 سأصبح مصمما محترفا لو ألاحظ أن أماكن التصميم غير متوسطة في الباكراوند في التصميم الرئيسي فلو أرد تحريك جميع القطع بآن واحد ما عدا الباكراوند أحدد القطع من خلال شفت وأحدد الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة والرابعة وأحرك هذه الأجزاء بأداة الموف حتى تكون في المنتصف هذا هو تطبيق المحاضرة في عام 2018 سأصبح مصمما محترفا ويفضل أن هذه القطع تنشؤون كل قطعة في طبقة مثل ما أنا اشتغلت في هذا المكان طبعا هذا الواجب اللي هو الواجب الرابع الخاص بالمحاضرة السابعة كل واحد من عدكم مثل ما اتفقنا أنه يشتغل هالتصميم ويلتقط لصورة ويدزميها على الصفحة إن شاء الله تبقت ثلاثة محاضرات للمستوى الأول وتبقى واجب أخير اللي هو الواجب الخامس وسيكون واجب احترافي نراكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة